السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونهاردة نحل الواحدة العشرة درس الديدكشن بالسنتاج الدرس الاول والتاني من القواعد قارة الاسنتاج والاحتمالية من كتاب المعاصر اول سؤال طبعا نحللنا الدرس ده من كتاب جيانس العمالقة وكتاب مينيو فريند ودلوقتي بنحله من كتاب المعاصر اول سؤال بيقول لي هي نقط بي ادوكتور اي فيل شور كلمة فيل شور بتدل على اكيد الاول عشنا حلي الاسنتاج ديت لازم فيها حاجتين اعرفهم في اكيد يبقى ماصد والمصدر اكيد ماصد والمصدر اكيد لم يبقى كانت والمصدر اكيد لم يبقى كانت والمصدر وفي مي والمصدر وميت والمصدر دولي بيجي معاهم اه لما يكون بكلام على الاحتمالية في الماضي بقى ماصد بتبقى ماصد والمصدر بتبقى ماصد هاف والتصريف التارت كانت والمصدر بتبقى كانت هاف والتصريف التارت اه وممكن يحلها محلها كلمة couldn't هاف والتصريف التارت يعني اكيد لم في الماضي ديا بتبقى كانت هاف والتصريف التارت او couldn't هاف والتصريف التارت طيب اكيد في الماضي بتبقى ماصد هافو التصريف الثالث طيب ربما في الماضي بتبقى مية او ميت وهافو التصريف الثالث اول سؤال بيقول لي اه هي نوعة ان الاول نحل بقى الاسلات المنتستس الاول وعلي كده نخش على التمارين بتاعة الجرامة نفسها لان اسلات المنتستس فيها حاجات حلوة اول سؤال بيقول هي نوعة بيئة دكتور اي فيلشور كلمة فيلشور بتدل على التأكيد انا قلت التأكيد عندها حاجتين يا اما ماصد يا اما كانت تأكيد اه ان الحاجة حصلت يبقى ماصد تأكيد انها لن تحصل يبقى كانت طيب بيقولك اي ام اي فيلشور انا متأكد فيلشور ديا بتدل على التأكيد طيب متأكد ان هو دكتور ماشي متأكد ان هو دكتور او متأكد ان هو اه مش دكتور يعني ينفع انا اقول انا متأكد ان هو دكتور وينفع اقول انا متأكد ان هو مش دكتور طيب لو اكيد ان هو دكتور يبقى ايه يبقى مصد بي ادكتر طب اكيد هو مش دكتور يبقى كانت بي ادكتر يبقى لجهة الصحيحة بتاعته هتبقى ايه وبي اللي هي رقم دي اللي هي رقم دي اه رقم اتنين هي نقط بي ادكتر اي هاف نو اي دي كلمة اي هاف نو اي دي تودك على طرع الاحتمالية على مي ومايت على مي ومايت يبقى فين يبقى مايت رقم سي اه رقم تلاتة هي نقط بي ادكتر هو بقى اكيد دكتور ولا اكيد مش دكتور نشوفوا الجملة اللي بقى عليه بقول لي هي اكزامين انج ابيشنت هو بيبحث مريض يبقى لأكيد دكتور يبقى مصد يبقى رقم ايه رقم اربعة هي نقط بي ادكتر هو اكيد دكتور ولا اكيد مش دكتور نشوف هي ولكم زي بيشنت يبقى رقم بي اه رقم خمسة هي نقط ان اولد اوفيسر هي از امارشل هو مارشال هنا مش هينفع التأكد خالص ليه لان هو انا بقولك ان ده مارشال يعني عميد في الجيش يبقى هو هو يبقى هو اصلا زابط يبقى ده اسمه تأكيد بنسبة 100% تأكيد بنسبة 100% ما بيخدلوش مصد ولا كانت لان مصد و كانت دي بتأكيد بتسعين في المية انما متأكد 100% بيخد فير بيتو بي اخذ بالك من الملحوظة الحلوة دي متكون متأكد من حاجة 100% بتبقى فير بيتو بي متأكد بنسبة 90% بتبقى مصد او كانت اكيد اكيد او اكيد لم اكيد لا يبقى مصد او كانت دي نسبة 90% انه هو 100% زي الجملة اللي ده مرية كده ويقول لي هو مارشال هو يعني عميد في الجيش او جنرال في الجيش يبقى هو ده اصلي يبقى اصلا زابط وما فهش ما فهش بقى مش هقول جملة تأكيد بتنسبة 90% لأ لان ما متأكد ان هو 100% يبقى هي از وهياخد كلمة از رقم ايه ورقم ستة وجملة هي طبعا حلو ورقم ستة هي نوعة ان اولد اوفيسر برضو هو ظابط عجوز اول اذر اوفيسر ساليت هم بيحييوا كل الزباط التانية بتحييه اه ده كل الزباط التانية بتحييه يبقى هو ده زباط كبير في السن اه يبدأ اكيد زابط بقى كل الزباط بتحييه يبدأ اكيد ايه زابط طب اكيد يعني ايه يعني مصتي بيه رقم بيه ما اخدش ازلي هنا بقى هنا بقى مش هاخد ازلي لان هنا انا مش متأكد بنسبة 100% لان انا مش بقولنا عليه ان هو اوفيسر اصلا ما قلتش عليه ان هو اه زابط بسلا ما قلتش عليه ان هو عميد بسلا ما قلتش عليه ان هو طيار مسلا اه انما هو انا قلت هنا ان كل الزباط بتحييه يبقى متأكد بس بنسبة 90% مش متأكد بنسبة 100% ان هو زابط رقم سبعة لا اعتقد ان هي ان تكون موجودة في المؤكتبة المال ايه يا سيلي شي نقط بي انزا كانتين هي اكيد موجودة في الكنتين طب ماشي يبقى مرهية ربما تكون في الكنتين تنفع برضه وكلي بالك ان دونت سينك هنا بتعبرا عن كلمة الاحتمالية يعني مش هينفع هنا تأكيد اي دونت سينك انا لا اعتقد شئز ان زي ليبراني ف المكتبة هاي يبقى هي ربما تكون فين في الكنتين طب كلمة ربما مي وميت وكود يبقى الثلاثة صحة برقم دي نجي بقى المني تستي تو المني تستي تو بيقول لي اول سؤال رودينا دايما تطلع الاولى هي نقب بيكليفر هي بقى هي اكيد زكية ولا اكيد من الزكية لا اكيد زكية يبقى ماصد رقم اي اتنين رودينا دايما تطلع الاولى شنوقة بي ليزي يبقى هي اكيد كاسلانة ولا اكيد ليست كاسلانة لا اكيد ليست كاسلان يبقى كانت رقم بي رقم تلاتة محتمل ان هو يكون في الخارج كلمة بوسبول ممكن تدل على الاحتمالية الاحتمالية بستخدم فيها ميت قد في قد وفي ميت يعني في اي وفي بي يعني الاجابة بتاعتي رقم دي اي وبي رقم اربع it is impossible that he is out من المستحيل ان هو يكون برا اه من المستحيل ان هو يكون برا كلمة امبوسبول دي بتدل على التأكيد التأكيد يبقى هي نقط بي اتهم يبقى هو اكيد في البيت التأكيد خلي بالك باخد للتأكيد يا اما مست اما كانت باخد للتأكيد يا اما مست اما كانت وهنا جاي بمست يبقى رقم C رقم خمسة اي سميل ماي ماثر دي لش اسفود انا شميت الطعام انا شميت الطعام بتاع راحت الطعام لزيزة بتاع امي شي مست نقط لانش يبقى هي اكيد بتعد الطعام اكيد تعد اي ويبقى مست بي بريبيرنج مست بي بريبيرنج ان احنا عايزين مست اي ويبقى هنا بقى تأكيد في المستمر تأكيد هنا في المستمر في زمن الاستمرار يبقى ماثر بي بريبيرنج يبقى اكيد بتعد الطعام طيب رقم الاستنتاج هنا في الاستمرار رقم ستة هي هاز الارجي فيلا هو عنده فيلا كبيرة هي نقط قرط اف ماني يبقى هو اكيد عنده فلوس ولا اكيد ليس معه فلوس يبقى اكيد معه فلوس يبقى هي ماصد ايرن اروت اف ماني يبقى رقم سين يبقى اكيد سمعت اخبار جيدة ولا اكيد ما سمعتش لا اكيد سمعت طيب تأكيد فلوس تأكيد في الماضي لان هي سمعت واحنا بنقول دلوقتي هي تبدو بلد ان هي سعيدة بلد ان هي سعيدة يبقى كلام كده فلوس يبقى ان اخد تأكيد فلوس او استنتاج فلوس في الماضي يبقى ماصد تأهاف وتصفير التالي يبقى ماصد تأهاف رقم بي اتنين بان عليها ان هي متضايقة كده برضو في الماضي المتكلم في الماضي خلي بالك يبقى الشي نقط يبقى هي اكيد سمعت اخبار حلوة ولا اكيد ما سمعتش اخبار حلوة اكيد ما سمعتش اخبار حلوة يبقى كان تهاف رقم تلاتة زقار نولونجر بريكس دون عربي معرش فتتعطل ماي فازر نقط تكن اتو زى ميكانيك يبقى ابوي اكيد خدها للااااا للميكانيكي تأكيد في الماضي يبقى ماصد تهاف وتصرف التلاتهو جابل التصرف التلات تكن يبقى انا عايز ماصد تهاف رقم ايه رقم اربعة زقار نولونجر بريكس دون عربي معرش تتعطل تاني اتنقط تكن تو زى ميكانيك يبقى اكيد اخذت الى الميكانيكي يبقى هنا الاستنتاج في الماضي بس في المبني للمجهول في الماضي المبني للمجهول يبقى رقم سي ماصد هاف بين رقم خمسة زقار ستيل بريكس دون العربية ما زالت متعطلة مايفازر نوات تكن اتو زى ميكانيك انا هنا ستيل بريكس دي بتدول على المضارع لسه عربية لسه متعطلة يعني ابي استنتاج بقى في المضارع ان ابي لسه موضعش الميكانيكي لا يبقى اكيد ابي لم ياخذها الميكانيكي يبقى اكيد لا يبقى كان تهاف كان تهاف تكن الجملة في المضارع اهي بس انا ما استنتاج على حاجة في الماضي المتعطلة يبقى ابويا ما خلهاش للميكانيكي يبقى كان تهاف تكن رقم بي رقم ستة زقار ستيل بريكس داون عربية لسه متعطلة برضو سوقوفن اه اتنقط تكن تو زى ميكانيك برضو هنا الجملة مبنية المجهول يعني عايز استنتاج في الماضي ان هي ما اتخذتش الميكانيكي وفي الماضي والمبنية المجهول يبقى كان تهاف بين رقم دي يبقى استنتاج في الماضي في المبنية المجهول رقم سبعة اي دون تسنك ذات رؤية لا اعتقد ان رؤية اه ديت زا شوبينج شي نقاط ات انا لا اعتقد ان رؤية اه انا تتسوق شي نقاط ات شي قد هاف دان ات شي قد هاف دان ات ايه بقى قد هاف دان ات اه يعني هي اه ممكن تكون تسوقاته اعز الاحتمالية دون تسنك احتمالية واحنا قلنا الاحتمالية بكلمة مي وميت وقد بس في الماضي بقى تبقى كود هاف دان براقم سي نقل من تستسفور من تستسفور يقولي اه اه يبقى يجب فيه يجب وفيه لا يجب وبيقولي يجب ان تفعل ما هو صح وما هو فير يعني جميل او عدل طيب يبقى هقوله يجب طب يجب عندي حاجتين رقم دي اللي هي ايه و سي طب رقم اتنين ينقى دو وات اب ستسيني يبقى انت لا يجب ان انت تفعل الاشياء اه زعلني اب ست تغضبني يبقى لا يجب يبقى شورينت رقم بي تلاتة هي مزد زاترين وعد منه القطر هي نقاط اب ايرليار اه وكان لازم كان يجب ان هو يصحى مبكرا كان يجب ان يصحى مبكرا كان يجب يفعل شيء لكن ما فعلوش يبقى شود وهافو التصريف التالت خد بالك بقى شود وهافو التصريف التالت كان يجب عليه يعمل حاجة لكن ما عملهاش كان يجب ان يعمل عليه حاجة وما عملهاش يبقى رقم سين رقم اربعة هي مزد زاترين وبرضه فات القطار فات القطر القطر فاته هي نقاط اب سوليت اه هو اعزين يقول لا يجب ان هو يستايكز ما كانش يجب عليه ان هو يستايكز متاخرا يبقى لا يجب ان عليه النواية متاخرا يبقى اوت نوت هاف جوت اوت نوت هاف جوت رقم دي يعني اوت نوت هاف جوت دي معناها ايه معناها اه لا يجب ان هو يعمل حاجة وعملها لا يجب ان يعمل حاجة لكن هو عملها نجي بقى الجنرال اكسرسايز التمارين بتاعت المعاصر نفسها اول سؤال بيقول لي ابحث عن عن الالم قد بلاك ان كل الكتب الخارجية لما انا بقى استعراضها كده قدامكم بلاقي نص الاسئلة اللي في كتاب ده موجودة في الاسئلة اللي في كتاب ده موجودة في الاسئلة اللي في كتاب ده يعني هي العملية كلها ما هيش صعبة يعني بس هو بيقى في بعض الافقار في كتاب او اتنين كده وخصوصا كتاب my new friend look for your pencil in the drawers ابحث عن الالم رصاص بتاعك في الدرج اتنقط بي زير نكس توزا رولر هالسؤال ده موجود في الثالث كتب في الاربع كتب في المعاصر وفي العمالقة وفي my friend وفي genius ابحث عن الالم بتاعك اللي في الدرج اتنقط بي زير نكس توزا رولر يبقى هو اكيد جنب المسطرة اكيد جنب المسطرة يبقى كلمة اكيد يبقى مواصر برقم بي اتنين مها مها هتستنى زوجها she has forgotten here key هي نسية المفتاح نسية المفتاح طيب she نقط كان يجب عليها ان هي تحضر معاها كان يجب عليها ان هي تحضر معاها يبقى عايزين يجب كان يجب ان هي تحضر معاها كان يجب تعمل حاجة ما عملتهاش يبقى عايزين شد يبقى رقم دي رقم ثلاثة she no up be talented برضو السؤال مكرر في القطب كلها she no up be talented هي موهوبة she blady zabyano violent ولوت will بستنتك بقى هي اكيد موهوبة ولا مش موهوبة ولا ليست موهوبة لا موهوبة يبقى must be رقم C رقم اربعة اتنقط have been called there برضو السؤال ده مثل الكتب الاربعة اللي موجودين يقولتم لكم اتنقط have been called there there is no on the ground انزفوتو ده في تلجع تلجع على الارض في الصورة هو يبقى اكيد كان هناك برد يبقى كلمة اكيد ولا اكيد لا لم اكيد بس يبقى ماصد يبقى رقم C اكيد يبقى ماصد رقم C طبعا السؤال الرابع ده هو يعني السؤال اولاني كده قدامك الاربع سؤال قدامك دول كلهم مقررين في الاربع كتب اللي انا قلته نشوف السؤال الخامس برضو مقرر في القطب يقول لي here watch not have cost a lot of money الساعة بتاعتها دي تكلفها فلوس كتير it made of gold يبقى اكيد تكلفت ولا اكيد لم تتكلف يبقى اكيد يبقى ماصد يبقى رقم A رقم ستة that watch not have cost a lot of money it made of plastic هي مصنع من البلاستيك يبقى اكيد تكلفت فلوس كتير ولا اكيد لم تتكلف اكيد لم يبقى كانت يبقى رقم C سبعة Sammy didn't take his key لم يأخذ مفتاح بتاعته he not have seen them يبقى هو اكيد شفهم ولا اكيد لم يراهم اكيد لم اكيد لم يبقى كانت يبقى رقم C تمانية i have seen her car outside انا شفت العربية بتاعته بره طي she not بتاعتها بره شفت العربية بتاعتها بره يبقى هي اكيد وصلت ولا اكيد لم يصلت اكيد وصلت يبقى must have arrived يبقى رقم D تسعة we don't know we don't know when earth quick happens احنا لا نعرف نزلزل يحصل انت دي شيء لا يمكن التنبق به لا يمكن التنبق به يبقى زي can't be predicted can't be predicted يعني احنا مش هنقدر نتنبق بالزلازل وما مش هنقدر نتنبق بالزلازل كانت be predicted يعني الجملة هنا ببنية المجهول خلي بالك كانت be predicted يعني زي دي تشير للزلازل الزلازل لا يمكن التنبق به رقم عشرة دكتور احمد is a famous surgeon دكتور احمد جراح مشهور يبقى هو اكيد زكي ولا اكيد ليس زكي لا اكيد زكي يبقى ما هي مصد هو بيمشي بالعافية وهاردلي تدي معي النافي هاردلي تدي معي النافي هاردلي ووك هي كان هاردلي ووك طيب هي نقط be very ill يبقى هو اكيد مريض ولا اكيد مش مريض يبقى هو اكيد مريض يبقى مصد رقم ايه nothing is kept in the fridge ما فيش حاجة موجودة في التلاجة هي نقط have eaten all the food واكيد كل الطعام اللي موجود يبقى عايز اكيد ولا اكيد لم لا عايز ان اكيد بس يبقى مصد يبقى مصد اللي هي رقم بي رقم 13 no one is sure where is ما فيش حد متأكد عليه وعلي فيه but we sink كلمة sink خلاص تحاسمت الموضوع كله يبقى may might وقد يبقى ماضي عايز اكيد في الماضي يبقى must have made يبقى رقم بي خمستاشر i can't remember where i had left my mobile phone مش قد هتذكر انا استركت الموبايل بتاعه فين ايام not sure كلمة not sure حسابة الموضوع يبقى might واجاب لي might have left 16 12 very windy during the night zero leaves all over the ground دي فيه اوراق على الشجر يبقى هي اكيد بقى كان فيه الرياح ولا اكيد لم يكن لا اكيد موجود يبقى must الوقت تأكيد بتاعه ده في الماضي ولا في الحاضر انه بيقولك فيه اوراق اهي يبقى اكيد هي انا عملها كان فيه الرياح الليل الماضي وانه بستنتك الماضي مش بستنتك الماضي الاصر البول في الماضي الاصر اللي هو موجودod فالمضارع الاصر ken عنده دراع مقصور وهي نقطة اف هز بايك بايسكيل انزاريس يبقى اكيد هو اا واعمل على الدراجة بس برضو هو هز ابروكن ارم ده حاجة في المضارع هي دراع مقصور يبقى باستاني باستانتك على حاجة في الماضي اللي هو الوقوع من على العجلة يبقى استانتك في الماضي يبقى مواصد هاف وتصير التالتي يبقى مواصد هاف فولن يبقى رقم سين 18 the cup is empty الفرنجان فارغ مستر حسن نقطة درانك هز اراني جوز الفرنجان فارغ قدامه يبقى هو اكيد شربه ولكن لا شربش لأكيد شرب يبقى مواصد هاف درانك يبقى رقم ايه ما اخدش رقم بيه لي مستهفين درانك لانه هتبقى مجهول والجملة بتاعته مش مجهول والجملة بتاعته معلوم جملة بتاعته مسته الحسن دي معلوم يبقى انا استنتك في الماضي يبقى هو اكيد ترك الشقة مبكرا جدا اكيد ولا اكيد لم لو قلت اكيد يبقى ماصد لو قلت اكيد لم يبقى كانت لا اقول اكيد بس اكيد ترك اكيد وفي الماضي يبقى ماصد هاف درانك يبقى رقم ايه ايه رقم ايه 20 زيرز ووتر اول اوور زافرون فيه في ميه على الارض ده بقى الاسر اهو موجولة هو اسر في المضارع اهون فيه الميه على الارض هيه ينسيت النسيان في الماضي يبقى انت نسيت تقفل الشوار سأخذ رقم بيه لها مصد لان انا عايزي استنتاج يكون في الماضي لا احد يقول لي انه مضارع يبقى استنتاج مضارع لا يوجد اثر و استنتاج الاسر يبقى في المضارع والحلس نفسه يبقى في الماضي الذي يبقى استنتاج عليه 21 21 كان مفتوح عندما انا دخلت البيت كان مفتوح عندما انا دخلت البيت Consider انتم قفلتasy الباب يبقى انا انا لن تقفل الباب او اكيد لا اكيد لم يبقى انا عايز اكيد ما بس في المضارع أو في الماضى لا انا عايزه فالماضي اكيد انت مقفلتش الباب طب يبقى can't have locked يبقى رقم بي can't have locked رقم بي. اقول لك من الجملة دي. اثنين وعشرين. that's the second new card. دي العربية التانية. they have vote the seer. اللي هما اشتروها هذه السنة. طيب يا سيد عايز ايه انت. زي نقطة ببور. هما بقفوا اعرفوا اللي هما اغنية. يا سيد هو بيقول لك بور. يبقى هما اكيد هما مش بور اصلا. ده مش طرق عربيتين. يبقى اكيد لام. او اكيد لام. يبقى كانت. يبقى رقم ايه. 23. such a large mother house. طيب يا سيد. ده يبقى اكيد بيتكلف فلوس كتير. طيب بيتكلف فلوس كتير. يبقى اكيد ولا اكيد لام. لا اكيد. طيب. جملتك معلوم ولا مجهول? لا جملتك معلوم. جملتك معلوم. يبقى اكيد مصد تهاف كوست. يبقى رقم بي. مصد تهاف. 24. زي بوليس. نيو. البوليس عارف افريسينج وكل شيء اباوت زي ما اردر عن المجرم. زي نقطة هاف اندر تيكن زير انفزيتيجيشن. الجملة دي متقررة في كتاب مينيو فريند ومكتب قررة في كتاب العمالك. طيب. هو بيقولك ان البوليس اه عارف كل شيء عن الجاني. اه وهم يقصبهم البوليس يعني تعهدوا بالتحقيقات. طيب يا سيد. اكيد هما تعهدوا بالتحقيقات. عايز يعمل السنتاجة يعني. طيب اكيد يبقى ايه? يبقى مصد. طيب. يبقى هما اكيد تعهدوا بالتحقيقات. يعني نفزوا بالتحقيقات وتفحصوا وتحروا. لان هما عارفوا كل شيء. رجل يقولك ففوق عارفوا كل شيء اهم. طيب يبقى اكيد. ولا اكيد لم? لا اكيد طب. اكيد لم يلا تحققوا? لا اكيد تحققوا. يبقى مصد رقم سين. خمسة وعشرين. دينا نقط هاف فين اتسكول يستردي. the list of the absence. كل الاسئلة اللي في الكتاب ده في الكتاب ده في الكتاب ده في الكتاب ده. دينا نقط هاف فين اتسكول يستردي. the list of the absence. قيمة الغياب. دينا نقلو دهرني. بقول انه قيمة الغياب مش موجود في اسمها. يبقى هي اكيد. اه في المدرسة. يبقى اكيد في المدرسة. the list of the absence didn't include her name. القيمة بتاعت الغياب مش موجود فيها اسمها. يبقى هي اكيد كانت في المدرسة ولا مش اي اي او مش في المدرسة. يبقى هي اكيد في المدرسة. يبقى ماصد. رقم اي. يبقى ماصد. 26. they left two hours. برضو السؤال خمسة وعشرين ده موجود في الكتاب كلها. they left two hours ago. هم غادروا بقالهم ساعتين. so they arrived in Dubai now. it is not far. طيب. يقول لك هم غادروا بقالهم ساعتين. طيب. يبقى هم اكيد هيوصلوا الان لان اكيد لم يوصلوا الان. لا اكيد يوصلوا الان. طيب. يبقى اكيد يبقى ماصد. وهم بيقول لك left. يبقى لهم ساعتين هم. وهم هارفت. يكبر كده تصريف ثلاثة هي. يبقى انا عايز ماصد هافي. يبقى رقم بي. 27. عشان يبقى اللي سنتك في الماضي. 27. او عشرين. اي كانت فاين دماي هند باك. ما اش قادل اش تلاقي شنططي. سام وان شخص ما. نعت ات باي مستيك. يبقى اكيد شخص ما اخدها. كلمة اكيد في الماضي. شخص ما في الماضي. اي شخص ما اخدها في الماضي. طيب. يبقى السنتك في الماضي بقى. يبقى ماصد هافي التصريف الثالث يبقى ماصد هافي يبقى رقم سين. 28. she not have got here bus. because she would have been here by now. اه. يبقى هي اكيد ما خلتش اوتوبيس. لان هي مفروض تبقى هنا دلوقت. يبقى هي اكيد لم. اكيد لم يبقى كانت. يبقى رقم ايه. تسعة وعشرين بتقول وطبتي. he is bleeding. للشفقة هو بيدمي. بشدة. هي نقط هاف هاد ان اكسيدنتي. وهو اكيد عمل حادثة. كلمة اكيدي. وماصد. تلاتين. she not have gone far. هي اكيد زهبت بعيد ولا اكيد ما زهبتش بعيد. نشوف بقى باية الجملة. i just saw here car. leave a minute ago. يبقى هي اكيد ما زهبتش بعيد. اكيد لم. اكيد لم يعني كانت. واحد وتلاتين. john has forgotten about the meeting. طيب هو نسي على الاجتماع. يبقى ويه نقط? have reminded him. about it yesterday. يبقى احنا يجب عليه ان احنا كان يجب عليه ان احنا نذكره بيه مبارح. كان يجب. يبقى اوت وهاف التصريف التالت. وشد وهاف التصريف التالت. فيه الشد يبقى فيه اوت تو. يبقى رقم سي. اتنين وتلاتين. هي نقط. have told you yesterday. but he forgot. اه. وكان يجب عليه يقولك لكن ما عملش. دي الجملة اللي ما بقولك عليها. شد وهاف التصريف التالت بتعبر عن شيء. كان يجب انه تعمل ولكن ما تعملش. يبقى هي شد. يبقى رقم دي. تلاتة وتلاتين. اه يو نقط هو مش هيسامحك. دي عكس الجملة اللي فاتت. يعني انت عملت حاجة ما كانش يجب انها تتعامل. يبقى اوت نوت تو. وهاف التصريف التالت. اوت نوت تو. وهف التصريف التالت. دي ما كانش يجب عليك تعمل حاجة لكن انت عملتها. يبقى اوت نوت تو. برقم ايه? اربعة وتلاتين. اي توقف ايه? انا خدت اربع امتحانات. ونجحت فيهم كلهم. يبقى اكيد انت ما احبطش. اكيد لم تحبط. يبقى انت اكيد لم تحبط. اكيد لم يبقى كانت. وبالنسبة للجملة دي. خلي بالك بقى. ان تنفع كانت وتنفع كودنت. تنفع كانت وتنفع كودنت. لان انا قيل ان كانت وهف التصريف التالت. او كودنت وهف التصريف التالت معناها اكيد لم في الماضي. تنفع كانت وتنفع كودنت. دي احد الاخطاء بتاعت كتاب المعاصر. خلي بالك منهم الاجابتين هنا صح. رقم سي ورقم ايه. لكن اصل القاعدة اللي هي كانت. فانا عشان كده هاخترهم الاجابتين موجودين بس انا اختار كانت. رقم سي. لكن مش معنى ان كده ايه غلط. انا مش شايف الايه غلط خالص. خمسة وثلاثين. انا مسترور ان انت على قيد الحياة ان انت نجيت يعني. يو ريسكد. اه يور لايف انت جزفت في حياتك. ان دنوعة كلت. او يستنتج يقوله انت كان ممكن ان انت تتقتل. كان ممكن انت تتقتل. ممكن. عايز ممكن. طيب. يتم قطلك. ممكن بعبر عنها بمية ومية وقد. بمية ومية وقد. طيب. بس مية بس انتاج هنا في الماضي. يبقى مية هاف او مية هاف وقد هاف والتصريف التالت. طيب بس الجملة مبنية للمجهول. يبقى مية هتطلع برة. ومية تطلع برة يبقى فيه قد. يبقى قد هاف بين كل. ان الجملة مبنية للمجهول. كان ممكن تنقتل. مش كان ممكن تقتل كان ممكن تنقتل. يبقى اي نقطة رفايز دومور فور ما ايجزامز. اي سينك اي ويل فيل. اه. عايز يقول لنا كان اه كان يجب ان انا ارجع اكتر في الامتحان لكن انا اه اعتقد ان انا هافشل. كان يجب ايام الحاجة ما عملهاش يبقى شود هاف والتصريف التالت. او او تو هاف والتصريف التالت. مفيش شود بس في او تو يبقى رقم دي. تمانية وتلاتين. نادا غضبانة جدا. وزيو يستردي منك امس. طيب. اتزم فتظرت لها على ان انت قلت لها ان انت كسلانة. انت كنت كسلانة. اه. يجب اه يجب اه اه تام الحاجة ما عملتهاش يبقى شود هاف والتصريف التالت. او اه اه هاف والتصريف التالت. مفيش او بس في شود برقم ايه? تسعة وتلاتين. وي اجريد تو میت يستردي. بط وين اي جوت زير اي دينت سيهم. يبقى هو ممكن يكون منتظر في مكان تاني. او اكيد هو منتظر في مكان تاني. بس ما فيش اكيد هنا. ما فيش مست وهاف والتصريف التالت. طيب. ما سنت اوعى تختارها خالص في الاسنتاج. ما سنت معناها لا يجب. ما سنت معناها لا يجب. طيب. يبقى احنا عايزين هنا احتمالية يبقى كود هاف بين. كود هاف بين ويتن. اكيد كان منتظرك في مكان اخر. يبقى كود هاف بين ويتن. اي بقى رقم سي. رقم اربعين. يو نقط هاف ترايت تو فيكس زروف يورسيل. او. يو مايت هاف فولن اوف. اند بين بدل انجا. ماشي. واسدون هو يقول ايه. ما كانش يجب عليك ان انت تصل تجرب تصلح السقف بنفسك. اه انت كان ممكن يقع عليك اله يقع عليك وصوب. طيب. اه ما كانش يجب لكن انت عملت. يبقى شود يبقى شود نوت هاف والتصريف التالت او اوت نوت هاف والتصريف التالت. ما فيش شود هاف والتصريف التالت. ما فيش شود انت هاف والتصريف التالت. بس في اوت نوت تو والتصريف التالت. يعني بيه موجود. يبقى بيه صح. رقم واحد واربعين رقم واحد واربعين بتقول لي ايام شور احمد از ات سكول ايام متأكد ان احمد في المدرسة النهاردة اي هاف سين هم انطر انا شفته داخل زي الابروتري المعمل او منذ لحظة ماذا يعني ده ده يعني ايه ده يعني ان احمد في المدرسة مش بيقول ايام شور متأكد يبقى لا يبقى احمد في المدرسة طيب بيقول لك اي هاف سين انا رأيته طيب انا رأيته في المعمل منذ لحظة يبقى كده مفيش تأكيد خالق مفيش تأكيد بنسبة تسعين في المية ده التأكيد هنا بنسبة مية في المية لان انا شفته وقلتلك ان هو في المدرسة وانا شفته يبقى كده مش هستخدم التأكيد ولا الاحتمالية خالص مش هستخدم التأكيد اللي هو بنسبة تسعين في المية بتاع ماصد وكانت ده ولا هستخدم الاحتمالية بتاعت مية او ميت ولا هستخدم ايه هستخدم التأكيد بتاع مية في المية اللي هو فيرب تو بي يبقى احمد از ات سكول يبقى رقم دي خط بالك من الجملة دي 42 خط بالك بقى من دي ده يوم دراسي خط بالك ومقالكش أنا شفت أحمد مقالش أنا شفت أحمد ده بيقولك ده يوم دراسي المتأكد أن أحمد في المدرسة وده يوم دراسي وأحمد تلميز مقتهد ده معناه إيه بقى ده مش معناه أنت أكيد بالنسبة 100% لأننا ما شفتوش في المعمل ما شفتوش وجها اللي وجه ده معناه أنه أكيد في المدرسة بس النسبة كان بالنسبة 90% يبقى أحمد مصط بيقات سكولي برقم إيه قبلك من 41 و42 43 I don't know why he is late أنا مش عارف هو لد أخر Don't know بتديني على طول بتساوي كلمة might وبتساوي كلمة may might وmay ففيش might بس في may لفرقم C يبقى he may have forgotten the time of the meet لفرقم C 44 هده كانت have been ill هده لم تكن مريضة بس لنتك في الماضي بس لنتك في الماضي أكيد ما كانتش مريضة زي سمين ده إيه ده أنا بستنتك في الماضي طيب هده كانت have been ill ده سنتك في المدرسة ولا في الماضي سنتك في الماضي كانت وهي في التصريف التالي طيب يبقى أي مشور أنا متأكد بقى أنا متأكد إيه بقى النهورة إيه النهورة آآ wasn't ill wasn't ill إنه هده isn't ill أنا متأكد على حاجة شايفها قدامي دلوقتي هده كانت have been ill هده مش مريضة طيب يبقى عندي بقى ممكن إيه اللي ينفع هنا ينفع أيام شور أنا متأكد هده isn't ill وأيام شور هده wasn't ill طيب التأكد اللي فوق الجملة اللي فوق دي مضارع ولا ماضي الجملة اللي فوق دي ماضي يبقى مش تنفع سيد يبقى هي هتبقى دي أيام شور هده wasn't ill أيام شور هده wasn't ill خذ بالك من الجملة دي كويسة جدا رقم 45 واتز احمد دوينج انزا جاردن احنا بيعمل ايه في الجاردن في الحديقة i have no idea have no idea تساو مي او تساو ميت تساو مي وتساو ميت طيب في عندي آآ ميت في رقم بي وميت في رقم دي طيب 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 على كده نشوف بقى he might be looking after the flower ولا he might have طيب طيب يعني هو بيقول لك ده سنتاج فى الماضي ولا فى السنتاج فى المضارع واتز احمد دوينج احمد دوينج ده مضارع مستمر دوينج ده مضارع مستمر يبقى السنتاج فى المضارع مستمر يبقى he might be looking after the flower يبقى رقم بي 46 ستة واربين بتقول لي ايه نقاط بط اه يبقى هو هنا هو عايز يقول لك ايه بقى عايز يجيب لك الجملة بتاعت انا كنت اقدر اذهب للستاد لكن انا فضلت ان انا اذهب الاسفرج على الماضي على التلفزيون يعني كنت اقدر اعمل الحاجة ومعملتهاش يبقى اول جملة اللي هي رقم ايه دي صح كنت اقدر اشاهد المباراة فى الاستاد ولكن فضلت ان انا اشاهدها على التلفزيون يبقى رقم ايه اللي هو الصح اه رقم بي بتقول لي ممكن اه ممكن اروح للستاد ومي برضو زيها وماسط اكيد هروح هنا مش بيستنتج هنا مش بيتكلم على السنتاج والاحتمالية هنا بيتكلم على مقدرة يبقى رقم ايه سبعة واربعين زات نقط زمين انترانس اي كان سي بيبل كوينج تو جيت ان انا شايفة ناس وقفة طوابير عشان تدخل طيب يبقى ده اكيد المدخل الاساسي اكيد المدخل الاساسي انا شايفة الناس توقفة فى الطابور عشان تدخل يبقى كلمة اكيد يبقى ماصط طيب بستنتج فى دلوقت فى المدارة ولا فى الماضي بستنتج فى المدارة لان انا شايفه قدام دلوقت فى طابور اهو يبقى اكيد ده المدخل الاساسي بستنتج على حاجة مجورة فى المدارة يبقى رقم بيه تمانية واربعين هو سقط فى امتحان السواء طيب اه رقم ايه متقول كان يجب عليه ان هو يدرب كويس اه تنفع طيب رقم بي هو اكيد ما تدربش كويس تنفع برضو استنتاج طيب رقم سي هو اكيد تدرب كويس طبعا غلط سي غلط اكيد تدرب كويس ازاي وهو بيقولك هو سقط فى امتحان القيام البرقم سي غلط الاجابة الصحيحة ايه وبي يعني الاجابة رقم دي وطبعا كده حلنا الواحدة العشرة درس الاول والتاني اه المبني المجهول اه من الواحدة العشرة درس الاول والتاني طبعا نتنساش الاشتراك فى القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات والكتب اللي احنا بنحلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة